اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ودايما نقول على الزيت هو علامة واعمال الرحمة والمحبة كل هذا جيد ولكن يا اخوتي الاحباء الجهل والحكمة تكمن في صروتنا الحقيقية الصروة الحقيقية عند الإنسان ليست المال ولا العقارات ولا الممتلكات ولا المقتنيات الصروة الحقيقية عند الإنسان هي الوقت العمر الزمن والصروة ده هي صروة مهمة جدا وما بتتعوضش المال ممكن يتعوض والممتلكات ممكن تتعوض بأي صورة من الصور لكن صروة الوقت إن انصرفت لا تعود وإن ضاعت لا ترجع الوقت الحكيمات صرنا حكيمات لأنهم استغلوا أوقاتهم حسنا والجاهلات صاروا جاهلات ليس بالعلم ولا بالثقافة ولكن لأنهم أضاعوا أوقاتهن وبقى الجهل والحكمة مش مرتبطة بالتعليم وبالشهادات وبالدراسات وبالكورسات بقى العقل الحكمة في العقل والجاهل في الحياة مرتبط كيف تستخدم أوقاتك تستخدم وقتك إزاي وبقى دي الصروة الغالية عند الإنسان ولذلك في البولوس النهاردة في البولوس اللي استمعنا إليه في الصباح يقول آيتين وربعض مرتبطين ببعض جدا في رسالة أفاسوس في إصحاح 5 آية 14 وآية 15 والفرق بين الآيتين أن الآية الأولى يكلمني كفرد والآية الثانية يكلمني كمجموع يعني آية فردية وآية جماعية والاثنين وربعض اسمع في الآية الفردية اللي هي أفاسوس 5-14 يقول لك استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح استيقظ أيها النائم العزارة نمنا استيقظ أيها النائم وقم من الأموات قم من الخطايا وهنا اليقظة أو استيقظ هي دعوة للتوبة استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح وطبعاً واضح لحضراتكم مش النائم اللي نوم بتاع الليل اللي بالنام فيه لكن الإنسان نومه أو ما يسمى بالغفلة الغفلة نوم الغفلة يعني واحد مش واخد باله واحدها حياته ماشية وبس الآية الجماعية بقى تشرح لنا الصورة أكتر واربط كده الآية الفردية مع الآية الجماعية مع الإنجيل بتاع العزارة تكتمل مشاهد الصورة أمامك في الآية الجماعية يقول لك ليقول لنا بقى كلنا انظروا كيف تسلكون بالتطقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة تتربط بقى الحكاية كلها انظروا كيف تسلكون يعني كلنا كل واحد يبصر سلوكه ماشي إزاي سلوكياتنا بصفة عامة انظروا كيف تسلكون بالتطقيق والتطقيق هنا الإنسان يبقى ماشي واخد باله بدقة زي ما انت بتسلم على حد أو بتودع ابنك رايح المثل اللي خد بالك من نفسك واحد يسلك بدقة انظروا كيف تسلكون بالتطقيق وبعدين يحط جملة اعتراضية لا كجهلاء بل كحكماء من زي العزارة الجاهلات بل زي العزارة الحكيمات وبعدين يكمل يقول مفتدين الوقت والمفتدين هنا كلمة الفداء ده رجعنا لغاية المسيح والصليب وبعدين في الآخر يختم بقى بعبارة نشفة خالص لأن الأيام شريرة وهنا لما يقول لك انظروا كيف تسلكون بالتطقيق ممكن يقصد الدقة الواحد يكون دقيق واخد باله وممكن يقصد كمان انظر ان تسلك بالدقيقة بالدقيقة الديقة دي في عمر الزمن حاجة يعني يتعدي علينا خالص لكن خلي وقتك محسوب بالدقيقة ستعطي جوابا عن كل دقيقة عن كل وقت إذن صروتنا الحقيقية كخدام للمسيح وكناس عايشين في طريق الملكوت هي الوقت هي العمر هي الزمن بتاعنا بتعمل فيه إيه صحبتنا العزارة الحاكمات كانوا شطار استغلوا الوقت كويس ملوا مصابحهم بالزيت استعدوا جه المسيح احنا جاهزين والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وغلق الباب صورة مضيئة ومشهد يتمنى كل واحد فينا ان يكون منه ان يكون حاضره ويكون مشارك فيه الأخريات الجاهلات النفوس الجاهلة ضيعوا الوقت في الكسل في النوم في الإهمال هي الصورة من الصور وجمت زهنة وبقى في الآخر طب ادينا من الزيت بتاعنا اللي عندكم قالوا الزيت بتاعنا ما يكفناش ويكفيكم إجابة منطقية جد اذهبنا واشتروا لكم كسلتوا ليه ضيعتوا الوقت ليه وفيه كلمة في اللغة العربية كلمة مؤلمة لما الإنسان يقع في الفخ بتاعه يقول ياريتني كنت عملت كذا ياريتني بس للأسف كلمة ياريتني دي إن كانت على الوقت الوقت ما بيرجعش في الجاهلات مصر يبحون فارغة حياتهم فارغة أوقتهم فارغة عمرهم فارغ راحوا يخبطوا على الباب ربنا ربنا افتح لنا وبيصرخوا بقى ربنا افتح لنا أنا أبارة قاسية للغاية لا يسمح الله أن يسمح أحدا فينا إني لا أعرفكن ياه إني لا أعرفكن بقى العمر الطويل ده كله يجي في الآخر المسيح يقول لك يا اللي غفلاه يقول لي يقول لك أنا معرفكش ياه ما هذه العقوبة الصادمة لحياة الإنسان إنها صادمة لكي ما ينتبه الإنسان أيها الحبيب اعرف أن صروتك الحقيقية هي وقتك وهي عمرك وزمنك وأيامك وساعاتك والدقيقة اللي بتمر كن حارسا على كل دقيقة في عمرك يمكن أقول لك بعض الحاجات كده اللي تفيدك واحد خلي عندك دايما نياقظه واحرص ذهنك واحرص فكرك في حاجة بنسميها كده في كتب الأباء طياشة الفكر وطياشة الفكر يعني الفكر يروح هنا ويروح الشمال ويروح يمين وما يبقاش هادي في حتة واحد فكره مشتت من فضلك احرص ذهنك احرص اللي بيدخل جوه عقلك احرصه خلي فكرك فكر صح دي حاجة بنسميها اليقظة الروحية بنسمي الإنسان اللي واخد باله من أفكاره واخد باله من فكره إنه إنسان يقز لا يسمح لعدو الخير أن يتسلل إليه دي حاجة حاجة تانية في وقتك خلي وقتك دايما متوازن متوازن يعني إيه؟ ما تخليش وقتك في حاجة كتير خالص وحاجة ما فيش خالص أنت تحتاج وقت للعبادة وقت للصلاة وقت للمشاهدة وقت للعائلة وقت للطعام وقت للراحة وقت للرياضة وقت للصداقة خلي وقتك كله متوازن لما واحد يقعد مثلا بعشر ساعات على النت وقته مش متوازن زي بالظبط كده واحد أعضاء جسمه مش بتنمو بصورة متوازنة دراعه اليمين بينمو أكتر من دراعه الشمال ورجله اليمين أكتر من رجله الشمال يبقى شكله أي ده؟ نوع عليه مشوة لا تجعل أوقات عمرك مشوهة خد بالك ثم علامة التعقل في حياة الإنسان أنه يعمل ويفتدي وقته لحساب السماء ما في حاجات سمحوني في كلمة تفهات تضيع فيه وقتك ليه؟ تفهات ما هيقول لك مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة مفتدين الوقت يعني أعمل كل شيء لحساب السماء كما كان وقت الفداء غنية للإنسان وقت الفداء ده ساعة الفداء دي تساوي قد إيه؟ ده تساوي عمر الإنسان بحالة مفتدين الوقت افتدي وقتك وقتك لحساب السماء حوله إلى حساب السماء اجعل كل ما تصنعه لحساب السماء في حياتك في خدمتك في أسرتك في صداقاتك في قراءاتك في مشاهداتك فيما تصنعه في أعمال المحبة في أعمال الرحمة التي تقدمها كلها لحساب السماء ما هنا لما تخانق ويا أخويا دي مش لحساب السماء لما يبقى في عقارة بيني وبين أخويا والعقارة دي تقعد يوم واثنين وشهر واثنين وسنة واثنين ما فيش بقى في حساب السماء ده واحد جاهل ده واحد عمال يضيع عمره اجعل كل دقيقة في عمرك محسوبة في السماء مكتوبة في السماء تقدرها السماء لك دي علامة التعقل أن الإنسان يكون دايماً كل حياته من أجل السماء فالله الذي خلقك وعطائك هذا العمر ربنا يديكم العمر الطويل هذا العمر لكي ما تمجد الله به الله خلقك لأنه يحبك وأنت تعيش عمرك لأنك تحبه فاجعل كل أعمالك وكل أوقاتك هي من أجل تمجيد اسمه القدوس في كل حاجة بقى هو ليه الخلاف وحش لأن الخلاف مش لحساب السماء ليه لما أخلي ذاتي كده حاضرة وهي اللي قدامي ويعني أرض تهدي ما فيه زيك كده تباً دا مش لحساب السماء لما أتخاصم ويا دا وازعل ويا دا وأبعد على دا وتجنب دا تباً كل دا مش لحساب السماء لحساب الأرض انتبه انتبه دا كانوا خمسة وخمسة زي بعض بالزبط بس ناس المستعدات دخلنا معه إلى العرص والجاهلات إني ما أعرف أكون ما عرفكمش حاجة كمان الاستعداد والصهر الروحي صهر الإنسان روحيا صهره مش الصهر المادي بنصهر بالليل بدل ما تنامس ساعة عشرة تنام الساعة أحداشر ما نقصدش كده طبعا لكن السهر اللي هو علامة الاستعداد الداخلي حاجة جواك واستعدادك الداخلي دا ينعكس على حياتك الخارجية على خدمتك على علاقاتك على كل ما تقوله إذن يا إخوتي الأحباء ونحن في مثل العزارة الحكيمات والجاهلات اللي بنصليه يوميا واللي بنحطه قدامنا بالسمرار بعد ما بيقول المثل وده مثل يجي في آخره يقول إيه اسهروا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة بعد ما يحكي المثل كله ويقول لنا القصة الجميلة بتاعة العشر عزارة دول ويحطها قدامنا كنموذج وكمثال يقول لنا في الآخر اسهروا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة لإلهنا كل مجد وكرامة من ألأينا كل مجد وكرامة ترجمة نانسي قنقر